اشتركوا في القناة المغربي ونظيره الفنزويلي المغرب تأهل الى ربع النهائي على حساب فينزويلا في اطار هذه البطولة دي الكأس العالم لكرة الصلاة في النسخة ديالها التاسعة هذه المواجهة اجريت في دورة 16 خاد فيها زملاء سفيان المصرار معركة بطولية وتوجد بفوز مستحق كانت نتيجة ثلاثة الجوج في الشوط الاول كان مغربي اداء ونتيجة وعاد المنتخب المغربي من غرفة الملابس عازم على مواصلة المعركة باسرار وتحدي للدفاع الوطنية وتخطي دور 16 للمرة الاولى في تاريخه وعاد مرة اخرى مصرار لتجي الهدف التاني بعدما حقق الخصم التعادل في الدقيقة التاسعة وهذا بعدما المغرب اضع فرصتين واضحتين من قبل اللاعب جواد لم يستغلهما وكان المغرب متوفق تقنيان وبدنيان وكالعادة على المنتخب الفينزويلي وهذا الاداء لم يفاجئ به الجمهور المغربي العارض اللي تبع المقابلة عن بعد وللمحليين المحليلين الرياضيين ظهوره كان واضح والجيد منذ انطلاق هذه المنافسة العالمية واضحرها في منافستين ضد منتخبين الاقوية هما البرتغال والطيلر ورغم الظهور اللي اظهر به في فينزويلا في الشتوط التاني من المقابلة بحيث انه بدأت تتهاجم بقوة شديدة وسيطروا على الكرة بشكل كبير رغم هذا لم تغير شيء من مجرى المقابلة ولم تؤثر على اللاعبين حيث انه كانت اوضح المناسبات له حينما استطعت تجيل الهدف التاني محاولا بالعودة في المقابلة لكن كتيبة هشام دقيق اوقفت في وجهو سد مانيع واحبطت كل المناورات التهديف ديالو المغرب رغم سيطارة الخصم على الكرة كان بالحين والاخر يقوم بهجمات مضادة تنفرد اللاعبين بالحريس ومع الاسف كانوا يضيعونها في الاخير هدف سوفيان المصرار التالت واللي وسع به الفارق في الدقيقة التاسعة في ارسال من اللاعب كالي اشعل النار في فريق الخصم واستمر في الهجوم بقوة حتى اتت الاصابة اللي قلص بها الفارق لكن لم تغير من نفسانية اللاعبين المغاربة حتى صفاء صفارات الحكام بهذا التأهول اصبح المغرب ثاني دولة افريقية وعربية تصل الى هذا المستوى اي ربع النهائي بعد نصر اللي حقته خلال اخر بطولة عالمية تلعبات في كولومبيا 2016 واللي انتصر في دور 16 على ايطاليا باربعاء تلاتة تحية خالصة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة